رسوم السحب من ماكينات التابعة للبنوك الأخرى في 2024 تساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيل رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للكنوك الحكومية والخاصة مع توحيد رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التي تخطى حاجز الخمسة جنيهات أي عند إجراء عميل سحب النقدي من ماكينات تابعة لبنك آخر غير مصدرة للبطاقة حتى لهاية ديسمبر 2023 مع قرب عام 2024 ستقق البنوك على نفس رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى باستخدام بطاقات الخاصة المباشر دمت المرتبطة بحساب العميل وذلك لعدم صدور تعليمات من البنك المركزي بزيادة قيمة الرسوم على المقررة حاليا تفاصيل رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى باستخدام بطاقات الخصم المباشر في عشرة بنوك خلال 2024 البنك الأهلي المصري تبلغ رسوم خمسة جنيهات على كل سحبة وواحد فاصل خمسة جنيه على الاستعلام عن الرصيد بنك مصر يقر خمسة جنيهات على كل سحبة واثنين جنيه للاستعلام عن الرصيد بنك القاهرة أسجل رسوم السحب خمسة جنيهات على كل سحبة وخمسة جنيها للاستعلام عن الرصيد البنت التجاري الدولي تسجل رسوم السحب خمسة جنيهات على كل سحب والاستعلام عن الرصيد مجانا بنك كريدي أجري كول يقر خمسة جنيهات على كل سحب وستة جنيهات للاستعلام عن الرصيد بنك الإسكندرية يفرض خمسة جنيهات لكل سحب